اشتركوا في القناة ودعاء وشكرا لكم على كل شيء قدمته طبعا خلينا ندخل على توقعات اليوم يعني لسه أنا الوضع الصحي عندي مش مستقر تماما فعشان هيك رح نظل بس نحكي التوقعات وبعدين إن شاء الله بس أتحسن شوي نرجع لاللي هي فقرة سؤال وجواب إن شاء الله تعالى طبعا اليوم توقعتنا ليوم الأحد 18 تموز القمر موجود اليوم في طبعا هو إحنا الآن موعد بث الحلقة إحنا في فترة خلوم مسار انتقال القمر من الميزان للعقرب ولكن رح نعتبره أنه انتقل للعقرب هو القمر موجود اليوم في منزلة الإكليل وهي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد رح يمكث في هاي المنزل لغاية الساعة 9 و 12 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد بعدين رح ينتقل لمنزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا بالنسبة للآن احنا في فترة خلو مسار موعد بث الحلقة ورح يستمر خلو المسار هذا للساعة 6 و 37 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 9 و 37 دقيقة مساءا طبعا هاي الفترة حكينا أنه فترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بما أن القمر رح ينتقل اليوم ورح يكون موجود في العقرب فرح نوخذ شوي من صفات برج العقرب أو رح تسيطر علينا بعض صفات برج العقرب في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة معنا حل وسط منشعر بالانتقاد والغيرة والحدة تطباع بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأننا قد ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بالفترة هاي جيدة لا اللي بده يجدد تأمينه أو بده يعمل تأمين صحي أو محاب يقرأ أو يبدأ برواية طبعا البرج العقرب دائما بيحفز الأشياء اللي إلها علاقة بالإثارة والأكشن والمغامرات والأشياء هاي فبركزوا على هاي الأمور طبعا برضو هاي الفترة جيدة لاتخاذ قرارات حاسمة أو شراء بيت أو عقار مثلا طبعا بما أنه رح حكينا عن الانتقال فرح نعيد زاويتين ذكرناهم يوم أمس لأنه بما أنه بلشنا من عند دخلوه المسار وأنه احنا بفترة دخلوه المسار موعد بث الحلقة فمساء الليلة هاي مساء ليلة السبت على الأحد الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة مساء بتتشكل زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية أو خيرية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية في زاوية بطيئة رح تتشكل برضو مساء هذه الليلة اللي هي ليلة السبت على الأحد اللي هي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساء بتثور أعمال العنف ومواجهات لها علاقة بين نيران والمعادن وطبعا بما إنه الشمس وبلوتو فبرضو هاي بتأثر على الطقس بشكل كبير بتعزز يعني على الأفراد بتخلي فيه نوع من أنواع التسلط عند البعض بيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أو تحكم فيهم أو يعني نوع من أنواع الاستبداد بالرأي بالنسبة للزوايا اللي رح تصير بعد منتصف الليل اللي هي بداية يوم الأحد أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون الساعة وحدة واثناشر دقيقة يعني تقريبا بعد الظهر بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة واربع واربعين دقيقة بعد الظهر من واجه مصاعب عرقي لبتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة مساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بما أن القمر موجود في برج العقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اللي هو يوم تسعة وعشر سبعة بيبدأ في تمام الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وسبع دقائق مساء لينتقل بعدها القمر لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن صار باتجاه المحدب أنهى عملية التربيع اللي هو نصف البدر لأن بلش يتحدب عمره تسعة أيام في تمام الساعة عشر وخمس وخمسين دقيقة صباحا بيصبح عشر أيام نسبة الإضاءة اليوم بتصير خمس وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية القمر في العقرب حتى يوم تسعة وعشر سبعة طبعا سعيد بنسبة خمستعش في المية الآن ولغاية ساعات الصباح بعدها بيصير منتحس بنسبة عشر في المية طول النهار عطارد في السرطان حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بيعطي فرص لها علاقة بالمكاسب المالية اللي بيكون مصدرها شراكة أو تعويض أو من زوج أو نوع من أنواع الهبة منحة قرض بنكي مثلا أموال إلك بتحصلها يعني هاي الأمور اللي بتتعلق في الأمور المالية في منك رح ينشغل في بعض المسائل اللي إعلاقة بتسوية بعض الأمور المالية أو ترتيب وضع مالي معين لكن بتكون تنتبهوا صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتعالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو أي مشروع لأنه زي ما حكينا أنه القمر منتحس اليوم برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم شراكاتكم المالية والعاطفية ولكن بتكون تنتبهوا أن القمر مقابلكم تماما وبما أنه تقابل تماما وفي عندنا زاوية ما بين القمر وبين أورانوس معناته شوي هاي بتكون إلها إيجابيات لتعزيز العلاقات مع الشركاء ولكنها ضاغطة على الأعصاب بدكوا تحافظوا على أعصابكم ونبرد صوتكم حاول أنك ما تعرض لقاءاتك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع التعاسي أو الحزن أو تشعر بالظلم أو القهر أهم شيء أنك ماتي أسأكون صبور لأنه الفترة هاي طاقتك بتكون ضعيفة فأي شيء ممكن يستفزك برج الجوزة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم وحاولوا أنكم تنظموا جدول غذائكم حاولوا أنكم تأخذوا قصد كافي من الراحة هذا اليوم لأنه القمر موجود في منزلة تقريبا بنقدر إحنا نحكي البيت السادس وهذا إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة فعشان هيك بتكون تنتبهوا لصحتكم أهم نقطة وفي نفس اللحظة تنظموا شؤونكم وأعمالكم لا تسمح لأي شخص أنه يشكك بقدراتك ناقش استفسر عن التفاصيل استشير الخبراء حاول أنك ما تتشبث برأيك استمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وحاول أنك ما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو بمعامل اليوم وممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة برج السرطان طبعا اليوم تجتازوا يوم إيجابي جدا لأن القمر موجود في البيت الخامس لألكم ولكن لأنه منتحس نقول لكم ما تغامروا كثير فاليوم هذا ببعث على البهجة على الانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ماليا ممكن تنجح في بعض المفاوضات وتحقق أعمالك نوع من أنواع التقدم الجيد حاول أنك تخصص وقت جيد لعائلتك لأطفالك ممكن تهتم فيهم في مشتريات أو اهتمامات أنت اليوم مشحون بطاقة عالية وحماسة بتحاول أنك تتابع كثير من المسائل خصوصا للتواصل مع المحيط الفترة هاي إيجابية فحاول أنك تستثمرها برج الأسد طبعا القمر لما بيكون في العقرب يعني تربيع مع برج الأسد فعشان هيك اليوم هو تركيز على الأمور البيتية والعائلية ولكن ممكن يكون فيه سوء تفاهم أو خبر شوي يستفزك أو حدث معين يخليك تعصب ما تنسى الكواكب اللي موجودة عندك اللي بتزيد من حسسيتك الشمس لسه في بيت متاعبك هذا ضاغط عليك في منكم ممكن أنه يجبر على تغيير مكان سكنه أو أنه يحاول أنه يتقرب من أفراد العائلة بالفترة هاي أو إشي إجباري العلاقة بالعائلة ممكن تدخل فترة مواجهة مع الحبيب الفترة هاي بيكون فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعض المنزل أو شيء صحي مثلاً مقرب لإلك أهم شيء إنك ما تهمل صحتك برج العذراء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم نشاطكم عالي جداً بما أنه القمر في البيت الثالث فهذا بعطيكم حافز للخروج لنزه لتغيير الجو التعامل والعلاقات بتكون جيدة التعامل مع الإخوة مع الجران منكم ممكن يكون عنده ندوة أو مناقشة أو حوار رح ينجح فيها بشكل جيد بقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بدك تنتبه دون جدال دون عصبية دون تزمت بالرأي وانتبه للانتقادات حاول أنك لا تنتقد أي شخص بالفترة هذه حاول أنك اليوم أنه تكون حكيم بالتفاوض بالرؤية بالموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك بوضوح وأفكارك ممكن بعضكم يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر معين أو يكون في عنده بعض التناقلات برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة هاي بتكون فيها نوع من أنواع الفرص للمكاسب المالية الفرصة متاحة لحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو هبة أو نوع من أنواع الدعم أو أموال لكم تقدروا تحصلها هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات ممكن أنه اليوم شوي بحاجة لجرع التفاعل فعشان هيك بقول لك اتفاعل وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط لطف الأجواء حسن علاقاتك يعني ممكن يكون لك بعض الانشغالات على الصعيد المالي زي ترتيب دفع مثلا أو اهتمامات بقروض أو عليك بعض الفواتير وتحاول تسددها حاول بس تنتبه لأمورك المالية أنه ما تدخل بالإسراف الغير مبرر برج العقرب طبعا اليوم أنتو عندكو نشاط عالي بما أن القمر خلص رح يستقر عندكم رح تشعروا في هذا من ساعات المساء مساء الليلة هاي اللي هي السبت على الأحد يوم الأحد طبعا رح يكون فيه نشاط وحيوية بينجذب لكو أفراد من الجنس الآخر ممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة خصوصا مع وجود القمر عندكم ممكن تستعيد كامل حيويتك وتتلقى جواب كنت بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة تنطلق بمهمة طال انتظارها وممكن اليوم يدخل إشي جديد على حياتك تعتبر هاي الفترة من أفضل أو من أكثر أيام الشهر ممكناش نقول حظا لأنه القمر منتحس ولكنه يوم إيجابي جدا برج القوس بتجتازوا اليوم بصورة عامة يوم غير مريح طبعا القمر الآن بلش يتجه لبيت متاعبكم اللي هو برج العقرب فعشانيك بتشعر أنه طاقتك نزلت مرة وحدة بتحس أنه الأمور بلشتت تعاكسك أو مش ماشي بالشكل اللي أنت بدك إياه فاليوم هذا غير مريح لا صحيا ولا نفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إلا أنه القمر منتحس فهذا بيجيب بعض المفاجآت لبعض مواليد القوس حاولوا أنكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من الأعمال الضرورية حاولوا أنكو تخلدوا للراحة حاضروا من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحضوض اليوم رح تكون قليلة أهم إش أنك ما تجازف حاول تصبر اليوم وبكرة بعدين القمر بصير عندك بتعوض هاي الأمور اليوم رح يعني ممكن ينتظرك تأخير أو فوضى من المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة يعني بدك تتمم الأمور بشكل روتيني برج الجديد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أهم شيء أنك ما تعمل وحيد حاول أنك تشارك حاول أنك تساعد تعاون مع الغير يعني هذه الميزات ممكن تخليك تحقق نجاح أو النجاح المطلوب لبعض أعمالك اللي كان صعب أنك تحققها لحالك ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب أو اترفع عن نفسك بلقاء ودي غير منتظر أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء أحد الأصدقاء اللي زمان إليك أنت مثلاً لا التقيتهم ولا تتصل فيك اليوم ممكن هذا الأمر يتجدد ويكون في نوع من أنواع الدعم في هاي النقطة برج الدلو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على عملهم واللي بيعملوا بالفترة هاي بينجحوا بإثبات جدارتهم أونيل رضا المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين أو ممكن تنجر وراء نوع يعني أشياء هيكة يعني يكون فيها نوع من المجازفات أهم شي أنه اليوم حاول أنك ما تشوه سمعتك يعني القمر ما كانه شوي حساس فأهم شي أنه ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادي القمر بشكل نوع من أنواع التحدي فيه لحظات معينة ممكن تكون غاضب عذائي ناقد فبدك تحذر من هاي النقاط حاذر من الخلافات على أنواعها وحاول أنه يعني يعني شوي تكون مرن أثناء تعاملك مع رؤساك في بعضكم ممكن يحصل على تكريم اليوم أو يحصل على فرصة مهمة برج الحوت طبعا اليوم القمر رح يستقر في بيتك التاسع في العقرب فعشان هيك اليوم منتظر أنه يصلكم خبر من بعيد أو خبر سر ممكن تشعروا بقوة العاطفة مع الأحبة الفترة هاي بتكثر فيها الاتصالات التنقلات اللي عندهم امتحانات بدهم يدرسوا يستعدوا لأن القمر منتحس فعشان هيك بتطلب منكم أنه تدرسوا ما تعتمدوا على الحضوض هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة في بعضكم ممكن يسافر في رحلة ممكن تفرح ولا انفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة وبتكون حيوي ومتحمس لمتابعة بعض المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط الفترة هاي ممتازة جدا حاول أنك تستغلها ولكن أهم شيء أنه تنتبه أثناء قيتك للسيارة على الطرقات المفتوحة أو على الشوارع المفتوحة وحاول أنك تتفقدها يعني على أساسه ما يكون فيه نوع من أنواع المخاطر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر